موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأوها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العنوين موسيقى رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي يصل مأرب في أول زيارة له للمحافظة منذ توليه السلطة موسيقى وزير الخارجية السعودي يبعث مع بيرينكين وبوريل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الملحة موسيقى موسيقى أحد عشر حالة استهداف حثي للمدنيين في تعز خلال إبريل الجاري وتسجيل سبع وفيات بالكوليرا موسيقى أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وسعرض اللقاء تطورات الاوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح واهمية الوقوف الفوري بل الوقف الفوري لاطلاق النار وبذل كافة الجهود لضمان ادخال المساعدات الانسانية المنحة الى ذلك بحث وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان مع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الامنية السيد جوزيب بوريل تطورات الاوضاع في قطاع غزة ومحيطها والتصعيد الاخير في المنطقة واهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفض التصعيد بحث وزير خارجية دول مجلس التعاون الخليجية اليوم في الرياضة مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بيلينكين سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية ومناقشة اخر تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفحة واهمية الوقف الفوري لاطلاق النار وضمان تأمين الممرات لغاثية لإيصال المساعدات الانسانية واكد بيلينكين في كلمته خلال الاجتماع على دعم الوصول الى هدنة في غزة واطلاق سراح المحتجزين مضيفا ان واشنطن اولات اهتماما كبيرا لادخال المساعدات الانسانية لغزة وهناك تقدم في هذا الشأن واكد بيلينكين ان الرئيس الامريكي جوب بايدن اكد على ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة الانسانية في غزة واوضح بيلينكين ان الطريقة الاكثر فعالية لتخفيف من الازمة الانسانية في غزة هي التوصل الى وقف لاطلاق النار واشار بيلينكين الى ضرورة معالجة قضية الملاحة في البحر الاحمر والتصعيد لهجمات ميليشيا الحوث الارهابية واثنى على جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق السلام في اليمن الى ذلك اكد وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن الثاني خلال الاجتماع الوزاري المشترك اكد اهمية العمل على تنسيق المواقب بين الدول الخليجية والولايات المتحدة واعتبر التصعيد العسكري في الشرق الاوسط في غاية الخطورة ويستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب ودعا وزير خارجية قطر لوقف فوري لاطلاق النار في غزة والافراج عن المحتجزين مضيفا سنستمر في جهود عملية السلام على اساس قرارات الشرعية الدولية وفي كلمة له خلال الاجتماع طالب امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي طالب بوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واتخاذ تدابير دولية فعالة لوقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ودعا لمؤتمر دولي بشأن تنفيذ حل الدولتين وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة على حدود السابع وستين وعاصمتها القدس الشرقية نفذ طلاب جامعات تعز وقفة احتجاجية في كلية الاداب والحقوق تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم الابادة من قبل الكيان الصهيوني اضافة الى التنديد بما يتعرض له طلاب الجامعات الامريكية والاوروبية ازاء موقفهم الرافض ضد سياسة الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني رفضا لجرائم الابادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم وتعزيزا للحركة الطلابية في الجامعات الامريكية والاوروبية نفذ طلاب جامعة تعز وقفتين احتجاجيتين في كلية الاداب والحقوق نحن طلاب كلية الاداب اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية مناصرة الى فلسطين لما رأينا الوقفات في دول متعددة وفي اماكن متعددة يقفون مناصرة الى هذا الشعب الفلسطيني المظلوم وايضا لما رأينا في امريكا منعوا الطلاب مستحقاتهم عندما كانوا لهم الحرية والخيار في الوقفة عندما رأوا الجرائم التي خلفت في فلسطين فلذلك هم يقفون مناصرة الى اخوانهم من لم يستطع الوصول لالجهاد في فلسطين بدمه فليقف وقفة احتجاجية وأيضا يقاهد في ماله أقمنا اليوم وقفة احتجاجية في كلية الآداب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع ما يتعرض له إخواننا في غزة من إبادة وقتل وتهجير ومجازر بشعة بمعنى الكلمة الوقفتين الاحتجاجية الرافضة لجرائم الاحتلال أشهدت بدور أحرار العالم ومنهم طلاب تلك الجامعات في مواقفهم الخالدة التي أحرقت حكومات بلادهم وكشفت الكثير من الإدعاءات الغير حقيقية في حماية حقوق الإنسان وغيرها من الحريات طبعا هي وقفة ضامنية يقومها طلاب كنية الأداب في جامعة تعز تنديدا بما يتعرض له الطلاب في الجامعة الأمريكية إذ الخرقهم في مظاهرات الضامن مع القضية الفلسطينية هؤلاء الطلاب الذين تعرضوا للاعتقاد من قبل السلطات الأمريكية التي تدل على مدى الإجرام التي تقوم به السلطة الأمريكية ومنع الحقوق والحريات ومنع التعبير عن الرأي العام كل مقاييس الأخلاق والحرية سقطت وفشلت فشلا ذريعا إننا نقف وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ولازلنا مع هذا الشعب الصامد الأبي بالإضافة إلى الوقفة هذه تزامنت مع الوقفة الاحتقاجية في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من الجامعات ونندد ما يتعرض له الطلاب في جامعات أمريكا حيث تعرض الطلاب الجامعة إلى اعتقالات تعسفية بحقهم من أجل التعبير عن تضامنهم ووقفتهم الاحتقاجية في غزة هذا ومن المحتمل القريب أن تستمر هذه الوقفات والاحتقاجات المتواصلة للضغط على الكيان السهيوني الذي لا زال يمارس جرائم الإبادة في فلسطين وغزة المحاصرة أحمد مكيبر قناة سهيل تعز شهدت محافظات تعز أحد عشر حالة قنص وقصف حوثي طالت المدنيين في مختلف مدريات المحافظة خلالها شهر إبريل الجاري وأوضحت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إشراق المقطري في تغريدة على منصة هيكس أنه تم تسجيل أحد عشر واقعة واقعة قصف وقنص واستهداف للمدنيين في مدريات تعز التي ما تزال مشتعلة وذلك خلال شهر إبريل الجاري وأشارت المقطري إلى أن المديريات التي شهدت تلك الحوادث هي صالة ومقبنة والتعزية والمظفر والقاهرة وحيفان وجبل حبشي ما ترتكبه ميليشيا الحث الإرهابية من جراء منازية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء تعز يكشف نهجها الإجرامي وتعطشها للدم وحقدها على اليمنيين الرافضين لمشروع الكهنوت العنصري الدم والماء متلازمة المأساة الإنسانية لتعز المحاصرة منذ سنين وإلى بئر مقبنة يمتد فصل دام على خط الفاجعة حيث خمس فتيات بينهن ثلاث طفلات شقيقات يتمزقن أشلاء بقصف طائرة حوثية مسيرة دم وماء وعطش في بلد يسفكه الإرهاب الحوثي بلا هوادة وليست تعز إلا الواجهة اليمنية الكبرى لهذا المآل الدموي الذي لا يكف عن النزف والتخثر وفي الأسابيع القليلة الماضية قتل القناصة الحوثيون خمسة مدنيين في مقبنة والكمب والشقب وبيرباشا استشهدوا بين شجر الخوعة وبسطات الثلج وماء البئر في حين تسري ترتيبات سلام تحت هدنة على دخن وحرب حوثية ضد المدنيين اليمنيين متواصلة الدم يتساءل الأهالي لماذا لا تخطئ ميليشيا الحوثي أو تظل عن أهدافها في تعز كما تفعل في البحر الأحمر وإلى إيلات حيث لم تقتل إسرائيليا ولا أمريكيا واحدا رغم كثافة القصفة الإصابات في تعز في غاية الدقة لا تطيش عن الهدف أبدا والهدف ليس إلا أطفالا ونساء وطلابا وكهولا ومدنيين وباعة وعابرين وكلهم تحت الحصار في تعز أي حركة قد تؤدي إلى الموت لكن الماكثين في بيوتهم لا ينجون أيضا الجميع مستهدف وفي مرمى النيران المتربصة مع كل هذا الدم كل الأشلاء كل الأطراف المبتورة والأرواح المزهوقة لا حراك حقوقي بقدر الوجع ولا فعلا رسميا يعبر عن دولة إنحية أو ما زالت على قيد الحياة من بين الأسر الأكثر تضحية ونضالا في منطقة موريس بالضالع تبرز أسرة آل النميري كواخدة من أكثر هذه الأسر شموخا وتضحية في سبيل استعادة الجمهورية حيث ودعت المحافظة الشهيد علي النميري الشقيق الثالث والمناضل محمد الجماعي نائب مقاومة موريس هذه الحشود التي خرجت لتشييع تالس الشهداء من أولاد المناضل عبدالله النميري أكدت على عظمة أسرة وهبت نفسها بكامل أفرادها للدفاع عن الوطن وفي سبيل استعادة الجمهورية وهذا أسر نموضج داخل موريس نظل مع أسرة النميري هذا الرابع شهيد يعتبر من أسرة واحدة خامس شهيد يعتبر من أسرة واحدة ورحنا لهم بالمرصاد سوى يجوء من اتجاب بناء أو من اتجاب دامت أو من أي مكان شباب موريس وأجيال موريس ستصمد صمود القبال من كل حدب وصوب تداعى أبناء محافظة الضالع لحضور جنازة هي الأكبر على مستوى المحافظة منذ سنوات والد الشهداء الثلاثة ظهر كعادته شامخا كالطود العظيم وهو يودع فلذة كبده بعد سنوات من توديع نجليه مجيب وذيزا رسالتي أن البيادة تصمد ضد هذا الكهنود ومن نسبه لي أنا ثلاثة وعدمعية ثماني مستعد عن ضحي من أجل إزالة الكهنود الذي تنبر الوطن ليس وحدهم الثلاثة الشهداء من آل النومير فقد قدمت الأسرة حتى الآن خمسة من الشهداء فيما قدمت قريتهم الباسلا فدان ثمانية من قوافل شهداء جبهة موريس الذين وصل عددهم حتى الآن قرابة ألف شهيد وآلاف الجرحة نحن الآن في الشهيد الخامس كأسرة في ثامن شهيد كقرية حوالي سبب الشهيد كمنطقة منطقة موريس آلاف الشهداء كالضادة وآلاف الجرحاء وعلى الترب ماظون بإذن الله حتى يتحقق النصر وتحريف كامل ترب الوطن من السلالة الحوثية والكهنودة الإمامية وعلى الترب ماظون بإذن الله من الأسر ذات النموذج الطابع الثوري وتعتبر نموذج رائع من النماذج التي قدمتها موريس إذ أضحت بفلثات أثمارها من أجل الإقصابة القضية رحيل الشهيد النوميري تزامن مع رحيل ركن من أركان الضالع ومناضل من مناضلها الأبطال إنه نائب قائد مقاومة مريس العقيد محمد سعيد الجماعي في قدرة مريس يومنا هذا أحد الغموذ المضالية والوطنية على مستوى المحافظة ككل غادرنا الرقيق محمد سعيد الجماعي سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في منظمة مريس الحزبية ونائب قائد مقاومة مريس تقلت العديد من المناصب تقلت العديد من المناصب الفخرية والسياسية في المحافظة ومنطقة مريس على وجه الخصوص وكان الدور الأبرز عندما اشتحلت شرارة المقاومة في مريس في أواخر العام 2015 قوافل الشهداء الذين رأوا تراب الضالع وعموم اليمن تؤكد أن تحرير الوطن من قبضة الكهنوت الحوثي هدف لا تراجع عنه وغاية يسعى الجميع لتحقيقها مهما بلغ حجم التضحيات فوز المريس قناة سهيل الضالع أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى الممارسات الإجرامية العدوانية لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المعارضين لنهجها العنصري القائم على فكرة الاصطفاء والحق الإلهي في الحكمة جاء ذلك في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبير بن دغر وبحضور نائباء رئيس المجلس الدكتور عبدالله أبو الغيث والمهندس وحي أمان لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمهام المجلس وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وجددت هيئة الرئاسة موقفها المؤيد للمساعي الحميدة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للاسعادة الأمن والاستقرار في اليمن ولمنع مزيد من التدهور الأمني والاقتصادي والخدمي في اليمن بعد زجها بالأطفال إلى محارق الموت عبر اشتدراجهم للمعسكرات الصيفية انتقلت ميليشيها الحوثي لاستهداف النساء في محافظة أبا عبر لافتات مخادعة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العنصرية والعنف والعذاب ضمن مخطط تطييف خميني لا تخطئ رؤية خطيئاته العيون تتسارع الخطوات التي يقوم بها الحوثيون وما فرضوه على الطلاب وصغار السن لسنوات في مراكزهم الصيفية يذهبون أبعد منه في خطوات ضمن مخطط الخمينية فالحوثيون وبالتوازي مع المراكز الصيفية الطائفية لتلغيم عقول الطلاب دشنوا في إب دورات طائفية للنساء بكل ما يعنيه مثل هكذا تحرك من خطر محدق بعقول النساء ومستقبل الأجيال ميليشيا الخمينية أقامت وفق مصادر محلية مراكز طائفية في حي السلام بمدينة إب وفي مناطق أخرى ولأن الحوثيون يدركون أنه لا جذور لطائفيتهم في يعيي الناس وتاريخهم وعلى وجه الخصوص في المناطق التي يستهدفونها بمراكزهم قاموا بالترويج عبر كيانات نسوية حوثية عن وجود دورات مهارية وقدموا إغراءات بتوزيع سلال ومساعدات عينية بهدف جلب النساء لدوراتهم الميليشاوية ومراكزهم الطائفية ومن الاستهداف الخميني المكثف للأطفال والنساء يمكن استشراف مستقبل المنطقة بوضوح إن سمح الجميع باستمرار تنفيذ النظام الإيراني لمخططه المفضوح وإذا كان بعض ما تم التحذير منه بالأمس وكان مجرد توقعات قد أصبح واقعاً مأساوياً بفعل عدم التعاطي الجاد مع التحذيرات والذهاب بعيداً عن العلاج الناجع المتمثل بالحسم نحو المهدئات فإن قارئي مسار الأذرع الإيرانية يرون أن عدم التحرك الجاد والحاسم والعاجل لاستنقاذ العقول وتحرير الجغرافية قد يمنح الخمينية كتابة التاريخ المستقبلي للمنطقة ولا استنقاذ للمستقبل إلا بإنقاذ الحاضر قال وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرة والمختطفين ماجد فضائل إن المراكز الصيفية الحوثية تشكل خطراً كبيراً على أجيال كاملة وعشر فضائل في تدويدة على منصة هيكسي إلى أن المراكز الحوثية تنشئ الأطفال على الأفكار الطائفية وثقافة القتل والإرهاب وتعمل على غسل أدمغتهم بتشويه الحقائق وترويج أفكار متطرفة تستهدف استقرار المجتمع وسلامته ودع فضائل أولياء الأمور والعقلاء لحفظ أبنائهم وعدم الزج بهم إلى التهلكة ومحارق الموتى كشفت مصادر محلية عن عزوف ورفض مجتمعي واسعين تجاه ما تقوم به ميليشيا الحوثي من محاولات تحشيد للمراكز الصيفية الحوثية خصوصاً في صنعاء ومحيطها الأمر الذي أصاب الميليشيا الحوثية بانتكاسة وخيبة أمل في هذا العام أفادت مصادر محلية في صنعاء بعزوف ورفض مجتمعي واسع لحضور معسكرات ميليشيا الحوثي الصيفية على الرغم من محاولات الترغيب والترهيب ومحاولات التحشيد الواسعة لبؤرها الطائفية وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي منيت بخيبة أمل كبيرة نتيجة تراجع أعداد الطلبة المشاركين في تلك المخيمات على مستوى صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة بحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وجاء الاستهداف الحوثي للأطفال والنشئ بالتوازي مع تحذير ناشطين وتربويين من خطورة المراكز الحوثية ودعوتهم أولياء الأمور إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم إلحاقهم بتلك المعسكرات الطائفية وأكدت مصادر الصحيفة أن غالبية الأسر وأولياء الأمور في صنعاء وريفها ومحافظات أخرى امتنعوا هذا العام منذ أول يوم من انطلاق تلك المعسكرات الصيفية عن إرسال أبنائهم إليها في رسالة رفض مجتمعي واضحة لمعسكرات التعبئة والتجنيد وكانت الحكومة جددت التهذير من مخاطر المراكز الصيفية التي تستغلها جماعة الحوثي لنشر أفكارها وغسل عقول الأطفال بشعاراتها الطائفية وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير ووقود لمعاركها التي لا تنتهي ووصفت الحكومة المراكز بالمعسكرات التي تأتي بعد حملات الحشل والتعبئة التي تنفذها جماعة الحوثي منذ شهور مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة غزة بينما تقتل اليمنيين وتدمر بلادهم بإعاز وأوامر إيرانية واتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بتجنيد غالبية مقاتليها من الأطفال من هذه المراكز التي تسببت بأغلب جرائب قتل الأقارب متمنية من عائلات الطلبة الحفاظ عليهم وعدم تقديمهم قرابين لزعيم الجماعة وأسياده في طهران ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني مواقف الكويت الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وبحث مع سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعرب وزير الخارجية عن امتنان اليمنيين لجهود المنظمات والمؤسسات الخيرية الكويتية ورجال الأعمال وتدخلاتهم التنموية والإنسانية في اليمن والتي ساهمت في تخفيف المعانات الإنسانية ومواجهة التحديات للأزمة الاقتصادية والخدمية من جانبه عبر السفير الحجرف على تعزيز العمل المشترك وتطوير مستوى العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين ودعم الكويت لأمن واستقرار وجهود إحلال السلام في اليمن أشهد دولة رئيس الوزراء في بيان النعي بالدور النظالي للواء أحمد مساعد حسين الذي كان أحد الفدائيين في صفوف الثوار ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن وقائد الحرس الشعبي بعد قيام الثورة وأشار رئيس الوزراء في بيان نعي إلى العديد من المناصب التي تقلدها الفقيد خلال مسيرة حياته المهنية وكيف كان مثالا لرجل الدولة والمبادئ والشخصية القيادية الاجتماعية والسياسية الحكيمة المشهود لها بالإخلاص في تحمل المسئولية وأداء الواجب والإنحياز لمصلحة الوطن والشعب وقال رئيس الوزراء لقد كان الفقيد أحمد مساعد حسين رمزا من الرموز الوطنية وشخصية بارزة كرس كل جهوده لخدمة وطنه وتجلى ذلك في العديد من المواقف الشجاعة والمآثر البطولية النادرة في الدفاع عن الوطن وثورته ونظامه الجمهوري أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم أمس الأحد عن وقوع حادثة بحرية على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء نشطون بمحافظة المهرى شرقي البلاد جذلك في بيان مقتضب صادر عن الهيئة نشرته عبر منصة اكسا وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن حادثة هجوم بحري وقعت على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء نشطون التابع لمحافظة المهرى وعشارت إلى اقتراب مركب صغير بل مركب صغير على متنه أربعة أشخاص من إحدى السفن مؤكدة أن السفينة أصبحت آمنة وواصلت طريقها أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأربعاء القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة عيد العمال الحالمي وقالت وزارة الخدمة المدنية في تعميم لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية أن يوم الأربعاء القادم الموافق 1 مايو 24 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي ويعتبر يوم الخميس القادم الموافق 2 مايو 24 يوم دوام رسمي أكدت منظمة الهجرة الدولية اليوم نزوح 39 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت وقالت منظمة الهجرة في تقريرها الأسبوعي إن حالات النزوح نشأت من مأرب وتعز والحديدة واستقرت في محافظة مارب بواقع 34 أسرة وتعز بواقع 5 أسر وشارت منظمة الهجرة إلى أن إجمالها على الأسر النازحة ارتفع خلال الفترة من الأول من يناير إلى السابع والعشرين من إبريل الجاري إلى ألف وسبعة وستين أسرة حقق فريق اليمن المشارك في البطولة العربية الخامسة للربوت المقام بالعاصمة الأردنية عمان لقب بطل العرب في مسابقة السومو مبتدئ كما حصد الفريق الوطني 11 جائزة في الربوت وفي الحفل الختامي للبطولة هنى نائب سفير اليمن في الأردن عمر مساعد الفريق الوطني المشارك على الإنجازات التي تحققت دشنا معالي وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكر اليوم الاثنين دورة تاهلية للعاملين في الإصابات الرياضية التي ينظمها مركز الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وإشراف قطاع التدريب والتأكيل بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويشارك فيها 76 متدربا ومتدربة وخلال حفل التدشين الذي أقيم بمستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن وبحضور مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد المدخلي وممثلين عن مركز الملك سلمان أشهد معالي الوزير البكري بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لإعمار اليمن وتعاونهم المطلق في تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات خاصة في المجالين الشبابي والرياضي وبالتعاون الإيجابي الذي نجني اليوم أحد ثماره من جانبه أوضح المحاضر في الدورة الدكتور خالد الهنيدي أن الدورة تتضمن عملية التركيز على تقنيات الفحص السريري ودراسات الحالة وبرامج الوقاية من الإصابات والعروض التوضيحية والتمارين وتقييم الإصابة فضلا عن المحاضرات النظرية والعملية عن العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية وأعراضها وطرق العلاج الجراحي وتاهيل عود وباء الكوليرا الانتشار من جديد في محافظة تعز بعد تراجع كبير في عدد الحالات المسجلة في مكتب الصحة بالمحافظة حيث سجلت مؤخرا وفات سبع حالات بالكوليرا فيما أصيب المئات من سكان المحافظة انتشار كبير لمرض الكوليرا بمحافظة تعز أصيب على إثره الكثيرون ومنهم الحاج فؤاد إسماعيل عبدالله الحمادي الذي يرقد حاليا بقسم الحميات بالمستشفى الجمهوري وسبب إصابته بحسب اعتقاده هي الخضرة التي لا زال يشك بأنها نقلت البكتيريا إليه أصبت ويأتي من السعودية لست سنوات مغترب وقد وصلت إلى عدن وصلت إلى أحده من المناط أجاب لي كراث على الكراث هذا كانوا خربان لم يكونوا استعرumi المهم أنه أول ما أصابني الكراث أسبب أنوا أصبت إباد إسهال وقد تركت الخضرة� كامل من كل الشكل وما الحاجة الحمادي إلا واحد من مئات المصابين الذين اشتبهوا بإصابتهم خلال الشهر الماضي حيث وصل العدد اليوم إلى 578 حالة اشتباه منها 178 حالة مؤكدة بالكوليرا و 7 حالات توفيت نتيجة هذا الوباء القاتل بالنسبة للحالة الاشتباه الكوليرا بلغا حتى اليوم عدد 578 حالة اشتباه منها 198 حالة مؤكدة و 7 حالة وفاة طبعا المرض الكوليرا مرتبط الارتباط الأساسي بتلوث المياه فقمنا بالعديد من الإقراءات منها فحص الآبار ومياه الشرب الليدي للحالة المصابة وثبت أن هناك 25 حالة مياه غير صحية وملوثة بكتلير الكوليرا أيضا قمنا بفحص بعض الفواكه والخضروات وقدت عندنا بعض الخضروات الوافدة لمحافظة التعز من مناطق أخرى كصنعاء ومعبار وبعض الطور الباحة والمواصط ملوثة بوباء بكتلير الكوليرا مختبرات الصحة العامة بدورها قامت بإفادة المواطنين باحتياطات يجب أن يقوموا بها خلال شربهم للماء وتناولهم للخضروات والفواكه لتجنب الكوليرا هذا المرض أو هذا الوباء تنشره بكتيريا الضامة تسمى أو الكوليرا أو الفيبيريا كوليرا هذه الضامات هي تنتقل عبر المياه وعبر الأطعمة الغير مغلية الأطعمة الغير مغلية هي مثل السرطات بكل أشكالها وأحقامها مثل الفاقل والكراث والباقدونيس وهذه الأشياء إذا أخذت بدون غسل جيد وبدون تنقيع بالخل فإنها تكون سبب لانتشار هذا الوباء نحن نعلم في القرى وفي المناطق النائية أن هناك اختلاط لمياه المقاري مع المياه القوفية وبالتالي يكون انتشار هذه البكتيريا أكثر من أي مكان آخر يقول الترصد الوبائي أن النظافة الشخصية من أهم العوامل الوقائية من وباء الكوليرا لكن الجميع مقتنعا أن هناك قصورا من كل الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية تشنت السلطة المحلية بمدرية طور الباحة بمحافظة لحج حملة رش ضبابية لمكافحة البعوض الناقل للأمراض والحد من انتشارها بين السكان وقال مدير عام مدرية طور الباحة عفيف الجعفري أن حملة الرش تأتي بعد ركود مياه الأمطار في الحفريات والمستنقعات وتولد البعوض الناقل للأمراض وأشار الجعفري إلى أن الحملة تشمل أقسام المستشفى المركزي وشوارع المدرية وكلية طور الباحة والمناطق الممحيطة بمركز المدرية لمدة خمتة أيام على التوالي تم تشين حملة تداشر ضبابي ورذادي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض هذه الحملة هي بدعم من قبل السلطة المحلية وبتعاون وتنصيق من قبل الإخوة في مكتب الصحة في المحافظة وكذلك في المديرية هذه الحملة التي نقوم بها هي نظرا المنخفض القوي الذي هو موجود في المديرية سواء كان في العاصمة أو في الأرياف مما تكاثر فيها البعوض الذي سبب كثير من الأمراض الناقلة للمجتمع ونحن هنا بدورنا قمنا بعملية هذه الحملة من الرش الضبابي والرذادي لمكافحة هذه الأمراض حتى لا تتوسع في انتشارها والحد منها بإذن الله سبحانه وتعالى وتأتي هذه الحملة بعد هطول الأمطار خلال الأسبوع الماضي ونتيجة لوجود المياه في بعض المستنقعات المائية كالأحواض والبرك والمكشوفة ومن خلال هذه الحملة سوف يتم الرش لهذه البعوض لقتل اليرقات ما ننصى نحن الأخوة المواطنون مساعدتنا كسلطة نحن بأن يتم التخلص من الأواني المكشوفة في المنازل وغطيها وكذلك ردم بعض المستنقعات اللي بدوار المنازل يواصل مكتب الأشغال العامة في محافظة أبيان تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على البضائع في أسواق المدن الرئيسية وقال مسؤولون إن المكتب في مدرية الزنجبار تمكن من ضبط عدد من المخلفات التجارية وعمل على مصادرة البضائع المنتهية تمهدا لإتلافها بعد إنهاء الإجراءات اللازمة قليلة تبدو هذه المنتجات الاستهلاكية الموضوعة على طاولة مدير إدارة الصحة البيئة بمكتب الأشغال العامة في مديرية الزنجبار بمحافظة أبيان لكنها حصيلة ساعة واحدة من التفتيش لمتجر واحد في سوق المدينة الذي يشهد بشكل يومي حملات تفتيش الرقابية للتأكد من صلاحية المواد التي يتم بيعها والمتاجرة بها في الأسواق يتم النزول حسب برنامج شهري وفصلي على الحلات والبغالات والمطاعم والمشارب والأفرام لمتابعة النظافة والمواد المنتهية الصلاحية يتم حصرها وعمال محاضر وإنذارات مسبقة ثم منحلاء للنيابة هذه الإجراءات اللازمة نقوم باتخاذها في هذا المستودع الذي تم تخصيصه للتحفظ على المواد المنتهية يعمل الموظفون الحكوميون على تحديد نوعها وإثباتها في محاضر رسمية كمخالفات تم ضبطها في المحال التجارية خلال الحملة الرقابية قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار الذين يعملون على استغلال حاجة الناس ومعاناتهم من خلال بيع المنتجات بعد انتهاء مدة صلاحيتها نحن الآن اتخذنا برنامج يعني نعطيه ثلاث مرات انذار بعد الثالثة نحيل النيابة لأننا نلقاه حاجات قليلة مش بالشكل المطلوب يعني عشر حبات شراب كمية قليلة بسكسة حبات سبع حبات يعني مش بالشكل مع القلام مع الذاق مش بالشكل قليل مش بالشكل كثير في هذا الوقت الآن مع الحماء سوء التخزين في الألبان وفي الزبادي يعني لأن المواد هذه لازم تكون في مواد درقة حرارية مضبوطة مش لان تعرف من الصيف قايم تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش ومتابعة الأسواق في أكثر مدن المحافظة نشاطا تجاريا كشف عن وجود الكثير من المخالفات التي تمارس بحق المواطنين وتتسبب في توسع المخاطر الصحية التي تنعكس على شكل أمراض تزيد من تأزم الوضع الصحي ورداءته عقد صباح اليوم الاثنين بمدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرى اجتماع مشترك بين قيادات الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية لمناقشة آلية تنسيق العمل بينهما وخلال الاجتماع شدد مدير أمن المهرى العميد مفتي سهيل صمودة على أهمية تنسيق العمل بين النيابة والأجهزة الأمنية ووضع كافة المعالجات للاختلالات السابقة كما شدد صمودة على عدم التهاون مع من يحاول الإخلال بالأمن بالمحافظة وضبط العناصر الخارجة عن النظام والقانون وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم من جانبه قال رئيس النيابة العامة بالمهرى القاضي هاني بالحاف إن هذا الاجتماع يأتي من أجل توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشتركة بين الأمن العام والنيابة العامة بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها مشاهدنا نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي يصل مأرب في أول زيارة له للمحافظة منذ توليه السلطة وزير الخارجية السعودي يبعث مع بيلينكين وبوريل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الملحة أحد عشر حالة استهداف حثي للمدنيين في تعز خلال إبريل الجاري وتسجيل سبع وفيات بالكوليرا في ختام هذه النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في آمان الله وإلى اللقاء